اشتركوا في القناة للتباحث بخصوص العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدان الثلاثة فما هي القطاعات الواعدة التي ستحظى باهتمام هذه المقاولات وكيف يمكن للمونديال ان يساهم بتطوير الاستثمار في هذه البلدان التي تربطها علاقات اقتصادية ثنائية وايضا متعددة الاطراف وفي نفس الوقت كيف يمكن لاسبانيا والبرتغال ان تستفيد من مناخ الاستثمار في المملكة والذي يجذب عددا من الدول وتضاعف الاهتمام به بعد الفوز بشرف تنظيم المونديال للإجابة عن هذه الاسئلة واكثر يسرنا نرحب باسمكم بالمحل الاقتصادي لأستاذ محمد جدري استي جدري اهلا ومرحبا بك رمضان كريم مبارك اهلا وسهلا مرحبا رمضان كريم بكل الاماني السينوفل توقعاتك للقاء المنتظر بعد قليل مغرب موريتانيا ان شاء الله باقي اقل من نصف ساعة الله ان شاء الله كان نظن بأن المغرب غير بح ان شاء الله موريتانيا ان كانت موريتانيا منتخب متطور ولكن المغرب لا ينهزش اقصى الجزائر في كاسرهم الأفريقية الأخيرة المغرب لا ينهزم كان نظن بأننا اليوم ان شاء الله نركم على المقابلة الماضية مع انغولا مبارا ودية مبارا ودية الجريب مجموعة من الحناصر الوطنية كيف شفت دياز ومزيان دياز كان هدرا التعاول الاسباني للمغربية اليوم استيبراهيمني اصلا نختار المملكة المغربية باش انها جلية كان نظر بأن هذا امر ايجابي سيكون واحد قيمة مدافع بس انهم اتخذ المغرب بخوصة اننا اليوم يعني سنتقلوا من جيلين الى جيل بالتالي هذا الامر هذا ان نتعمه بوحد مجموعة من الحناصر الشباه كيف قاوح نطلية ايجابية وقد يكون عميد الاسود في مونديال 2030 بالنظر بالمستوى الذي يقدمه نجم ريال مدريد نفتح بالنقاش حول موضوع الحلقة اليوم اسبانيا البرتغال المملكة المغربية نعلم بأن لدينا اليوم قبل اشهر كانت هناك اجتماعات اللجنة رفيعة للمستوى قبل ذلك مع اسبانيا كانت خارطة الطريق ابريل موقف سياسي نعكس على ما هو اقتصادي ونتحدث عن المنعطف التاريخي فيما يخص قضية الصحراء المغربية بعد ذلك اجتمعت اللجنة رفيعة للمستوى اكثر من ثمانمائة مليون يورو تم رصدها للاستثمار ولكن هناك ثمانية عشر اتفاقية وقعت بين البلدين في مجالات عدة اليوم نذهب الى الخطوة الابرز او الخطوة الاكبر او الخطوة المتسارعة في مجال تعزيز التعاون ولكنه سيكون ثلاثي صحيح ملتقى الاعمال هناك في الدار البيضاء في السابع عشر والثامن عشر من ماي حضور الشركات الاسبانية والبرتغالية فرصة لدراسة جدول استثمار بين هذه البلدان الثلاثة وقد يكون المونديال ابرز عنوين الاجندة الاقتصادية لدول شبه الجزيرة الايبيرية والمملكة بطبيعة الحال نكن نظن بان هذا المنتقى دي الاعمال في دواته التانية اللي غير نعقد في شهر ماي المقابل بالدار البيضاء سيكون واحد نقطة مهمة باش اننا نتعرفه لمجموعة من المقاولات الاسبانية والبرتغالية لكن ندوع المبدايات التجارية ما بين المغرب واسبانيا ليصلت لمستويات قياسية خلال الاستانة الماضية تجاوزت عشرين مليار دي الاورو وهي متكافئة ما بين المغرب واسبانيا بواحد اتناش تسعود او انتapse تمنيه تقريبا ادي امر لوا مهم جدا ولكن المبدايات التجارية ما بين المغرب والبرتغال خلال الاستانة الماضية تجاوزت لاول مرة واحد مليار ونص دير الاورو هذا امر مهم جدا إ obvious anien نعم هنا يفرحانين أننا نعرف المقاوات الإسبانية عز المعرفة وعلاقات دول مغربية الإسبانية تمر من أزامة راحلية نظن بأن اليوم حان الوقت باش نتعرفوا أكثر على البرتغال وخاء وجار ديالنا نعرفوش أكثر وحتى البرتغال لا تعرفوا من المقاوات المغربية ولكن دون أن ننسى الاتفاق الموقع مؤخرا في إنتاج الأمونياك الأخضر وهي شركة برتغالية من فازت بهذه الصفقة وبالتالي هذا استثمار ضخم في مجال المغرب يعول عليه في المستقبل لبناء نموذج تنموي صديق للبيئة ولكن في نفس الوقت اقتصاد على الطاقة البديلة بنسبة 52% 2030 هناك أرقام سجلات أرقام نطمح إليها والبرتغال قد تكون شريكة في هذا المجال طبيعا أكثر من ذلك مشروع ربط الكهرابائي ما بين المغرب والبرتغال لكن نسكتنا عليه قبل الجائحة ومع ظروف الجائحة اليوم نتكلم عنه مراتا أخرى اليوم كانوا 700 مليون للأورو لغاية البرتغال بشأننا نربطه واحد مجموعة من المغرب والبرتغال كان نظر بأن اليوم لدينا أمور مهمة هذا الترشيح للمون في 2030 كتنا على الأقل واحد الخارطة الطريق اللي فيها واحد مجموعة من الاستثمارات ماشي سنة أو سنتين على الأقل واحد سبع سنوات من نيال 2030 وبالتالي مجموعة من قطاعات الوعدة للبنية التحتية للأقتصاد الرياضة بطراج أساسية نريد أن نشاهده مع إسبانيا ومع البرتغال وهناك يعني نشاهد صور رئيس الحكومة والوفد المرافق في اجتماعات رفعة المستوى اللجنة المشتركة البرتغالية المغربية وأيضا ذكرنا إسبانيا بمعنى آخر أن السياسي يخدم الاقتصادي واليوم الانفتاح أصبح يعني واضحا بين شركائنا هناك إسبانيا والبرتغال وقد يقول قائل بأن الأمور لن تقتصر على المنطقة صحيح ولكن في المونديال اليوم المملكة رصدت غلاف مالها مهام جدا نحن نتحدث عن ملعب الدار البيضاء الذي سيكون ربما الأكبر عالميا حسب ما يرشح من معلومات مئة وثلاثة عشر ألف مقعد سيتفوق على البرنابيو وعلى مجموعة من الملاعب كما قيل نقلا في إعلان الخاص بالمونديال الذي كان في لشبونة قبل أيام أنه إن استضافت إسبانيا لإفتتاح فإن النهاية في المغرب من استضافة البرنابيو للنهاية في الإفتتاح في المغرب بمعنى آخر أن هذا الملعب يعول عليه وهو منشأة قد تتراوح ميزانيتها بين 450 مليون يورو إلى 550 حسب الأرقام المفصح عنها ولا شيء أكيد اليوم فازت بالتصميم شركة بريطانية نعم ولكن نحن نتحدث عن مدينة رياضية بكل ما تحمل كل معنى في المنصورية بين بن سليمان والمحمدية بمعنى آخر سيكون هناك شركة بالحديث عن إسبانيا إسبانيا سيدت الإنشاءات والبنى التحتية على مستوى العالمي تبني في روسيا كما تبني في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية مشاريع ضخمة وعملاقة حظيت بها الشركة الإسبانية ولا تزال أيضا هذا منفذ للاستثمار الإسباني داخل المملكة طبيعة الحال طبيعة الحال اليوم كنظن بأن العلاقات الإسبانية المغربية تمر من أزمة راحلية وهذا الأمم متعلقة بنيات التحتية احنا بغينا نبني بنيات التحتية ولكن كذلك وعدنا واحد تراكم دل المعرفة وواحد تراكم دل التجريبة من الطرف الإسبانيين نحو المملكة المغربية أمر آخر اللي هو مهم جدا وخاصة نأكد عليه هو أن النسيج المقاولاتي لا في المغرب ولا في إسبانيا ولا في البرتغال يغلب عليه في أكثر من 90% منه مقاولات صغيرة جدا صحيح وبالتالي هذا أمر اللي هو مهم جدا من التشابه تماما تجابه في الاقتصاد الديانا تكون المناولة المناولة وعدنا كذلك القرب من المغرب وإسبانيا والبرتغال كنتظر بأن هذه كلها أمر مهمة لا يمكنها إلا أن تساعد الاقتصاد الوطني في خلق التنمية وكذلك في وصول إلى رؤيتها المنتمت في 2035 نبغينا من خلال أننا نضعف عن التخليل الخام هذه أمور كنتظر بأنها مهم جدا والليه مهم فيها بزاف هو علاقة رابح رابح لأن المغرب اليوم أنا في اعتقادي أكد أجزي في الأمر هذا بأن المونديال في 2030 لن يكون إلا بداية لأحد تعاون لكبير طويل أمد ما بين المغرب وإسبانيا وبرتغال وقد لا نتفاجأ بما أن فرنسا تحدثت عن استثمارات فرنسية قادمة مثلا في غضون الثلاثين سنة المقبلة للتعاون مع المملكة المغربية نحن نعلم بأن عاهل إسبانيا فيليبي السادس قال بأننا نريد جلالة الملك أيضا كان هو من يعني عكف على ملف العلاقات المغربية الإسبانية إبان الأزمة وقالها في أحد خطاباته هناك خصوصية للعلاقات المغربية الإسبانية ولكن أنا دائما ما أريد أن أبحث عن أمور جوهرية صحيح نتحدث عن الملتقى فليأتي الملتقى ونفصل فيما فيه من خبراء وندوات واطلاع على المقاولات برتغالية كانت أمن إسبانيا المغربية ولكن لإسبانيا نموذجها الاقتصادي الرياضي صحيح هل يمكن أن يكون هناك استفادة من هذا التقارب لديهم ريال مدريد وبرشلونة لدينا غجاء والويداد لديهم مدريد لدينا الدار البيضاء هناك أمور كثيرة وقواسم مشتركة هل يمكن هذه الأوراش المفتوحة فيما يخص الاستثمار الرياضي تحديدا أن يجعلنا ولو بشكل بسيط أن ننهل من النموذج الإسباني الناجح 10 مليار دولار مداخل سنوية في الاقتصاد لا أنا نظن بأن المغرب اليوم لديه جميع المقومات وأنه يستفد من تجربة الإسبانية ما خاصة شوف بأن الدولة الإسبانية من بين الدوريات الأولى على المستوى العالمي لفي المستوى النقل التلفزيوني على مستوى تسيير الملعب الرياضي اليوم أمريكي تمشي البرنابيو أمريكي تمشي نيو كامبرا معلمة رياضية مفتوحة طاية أيام الأسبوع وتدروا واحد مداخل اللي هي مهمة قانون بأن هذا النموذج الاقتصادي أنا مثلا هذا الملعب احتفلنا به ملعب طنجة كان هناك حديث عن أن اليوم جوهرة الشمال يعني ربما ما تشبه في بناها التحتية وراي لمشينا شوية في خلف هذه الصورة سنجد قرية رياضية فيها ملعب تنس فيها كلا ولكن في هذا الملعب ما تلقاش تابوتيك قلوا بصراحة متقاش حتى مقهة لا دول مشكلة متقاش حتى مطعم بينما إذا ذهبت إلى البرنابي أو ذهبت إلى الكامبنو فأنت أمام متحف أمام متجر أمام قناة الفيزيونية أمام يعني هذه الأمور يمكن أن نستفيد من هذه التجارب وأن نغير نحن نستفيد من تجربة إسبانية مضاجة أساسية في التجاه هذا لأن اليوم ما عندنا تشمعنا أننا ملعب مثلنا كنت ندوح بمثال ملعب مراكش أو ملعب أقادير أو ملعب ضرب بيضاء أو ملعب طنجة أو ملعب فس أو ملعب الريبات كي يبقى مقفل طيلة أيام الأسبوع ولا نشاط ولا نشاط بالأكثر من ذلك أنه كنخسروا فيه واحد مجموعة من الأموال طبعا في متل نوص دياله في الصيان دياله كنن بأن تجربة إسبانية جربة رائدة على الأقل ممكن نقوله على الأقل فيما يتعلقوا بريال مادريد وإفسي باسلون عندهم تجربة مهمة في كل ما يتعلقوا بالتسير الملعب الرياضية هذا ممكن ندروا فيهم حفلات رياضية ممكن ندروا فيهم واحد المول لكي ينفيذ مكينة فيهم اللي فيهم بوتيكات ممكن ندروا واحد مجموعة منتجاهات وإسبانيا رائدة في الميدان هذا ممكن أن تجربة دلها نراكموها ونسفدو من المملكة المغربية منها إلى المونديال ولكن اللي هو مهم وما بعد المونديال لأن هذه معالم رياضية ستبقى الأجيال القادمة سنحافظوا عليها صحيح الكل يعلم بأن المملكة المغربية فتحت أوراش كثيرة جدا على مستوى البنى التحتية على مستوى الشبكة الطرقية على مستوى المطارات على مستوى الموانئ إلى غير ذلك واليوم قد يسرع استضافة المونديال بجموعة من المشاريع وكان الحديث في الزيارة الملكية التاريخية لأبو ظبي والاتفاقات الموقعة مع الشقيق الإمارات عن القطار فائق السرعة قنيترا مراكش مراكش أجادير اليوم حديث عن اتفاق وفوز شركة إسبانية بصفقة تطوير مطار محمد الخامس في الإمارات كان التوقيع أيضا على صفقات متعلقة بالمطارات بمعنى آخر أن اليوم المغرب ورش مفتوح سنكون وين وين مع إسبانيا على طريقة رابح رابح تأخذ الصفقات نعم ولكن هناك استفادة مغربية تطوير البنى التحتية ولكن أيضا تطوير الشراكة الاقتصادية بكل مناحيها وكل تجليات لا بطبيعة الحال أستاذ نوفل لأن هذه التحدية هذه هي التي تخلقها تمشي إلى أبعاد مدى نطوير المثال بسيط لو للمونديال للألفين وثلاثين كنا ممكن نأجله تجافي إلى ألفين وثلاثين أو ألفين وثلاثين نقوله ما ماشي أولوية ممكن نأجله بعد سنة وكيل اليوم عندك واحدة تحدية مع المجتمع الدولي خاصة تمشي فيها إلى أبعاد مدى كل ما يتعلق بالبنيات التحتية كل ما يتعلق بالطرق الصريعة هذه الأمم تعليقها مستشفية الجميعية مستشفية الجميعية يخص ندروا لو مثلا نقوله تان بأننا سنجدوا مستشفية جميعية في الرباط دينها صراحة نقبل المونديال لو كي سنسرعوهم في الإنزال دينها يعطى انطلاق أشغاله جلالة الملك وهو قطب صحي ليس فقط مستشفى وحينها قلنا بينما كانوا يجعلنا لاستضافة المونديال وهذه نقطة لا بد من إثارتها أرى الناس كانت تسول على مهبط طائرات لنقل الجرحة ونقل العلاج وعليك كنت أن تتوفر على مستشفيات تتوفر على مطارات صغيرة لهبوط طائرات الإسعاف عليك أن تتوفر على مستحجلات في المستوى فهذه الأمور اليوم الحمد لله مستشفيات جامعية سواء طنجة مراكش أقدير لا هذه كل أمور كل ما يتعلق بالنقل كذلك أنا كنت نور بأن هذه الأمور لدينا مشاكل في النقل دينات التطبيقات دينات الطاكسية دي سيارة الأجراء دي طراموي دي الباسوي دي نقل الحضاري كل ما سنحلوها من نايا الموندير لا يمكن لك من الأفين وثلاثين وغيرت تصقب للناس ويقومون بمشاكية دي التطبيقات مع الناس اللي يجعون من مختلف بيقاع العالم وبالتالي اليوم هذا التحدي اللي عندنا من الأفين وثلاثين صحيح أنه مع إسبانيا ومع بورتوغال ولكن الشركي الأساسيين هم المغرب وإسبانيا كانوا بأن هذه أمور مهمة في البنية التحتية لغير شفاء من الأمكان المغربية كذلك إسبانيا ومع بورتوغال يمكنهم مجموعة من المنحين الدوليين واحد مجموعة مشاركة مع مجموعة من المؤسس الدولية بشأننا ننمو له هذا الشيء عادي وذلك لا درارة في أن تكون مقاوات بورتوغالية أو مقاوات إسبانية هذا ما فيش زي ماكش مركب نقص بالنسبة لنا أو شعيب لنا المهم هو أن يجو عندنا مقاوات بورتوغالية يجو عندنا مقاوات إسبانية ولكن يخلوننا التجربة ويخلوننا نصف وغفغ عن مغابة ديالنا باش من بعد نشوفه أنا دائما أكرر وأعيدها كل ما يتعلق بطلق السيارة في أول أمر جمع شركات سينية وإيطالية وتركيا ولكن اليوم البنية التحتية التلقية في المملكة المغربية في أغلبية إلى ما أقول 100% من إنشاءات المستوى المحلي كانت تصوبة شركات مغربية هذا الأمر هذا غدا بعد غدا عندنا ما حطت تحت تحيث مياه البحر اليوم عن شركاء إسبانيين في مناخ الأعماد كلها أمور لي مهمة نختمشو فيها ولكن اللي هو أساسي هو أن اليوم ودول لمز يمزف وأن المقاولات الإسبانية والمقاولات المرتغالية والمقاولات المغربية كلها مقاولات صغيرة وبالتالي ما يكونش واحد لغاية مثلا يعني تات الأرباع ويخليك الفوتات عن المقاولات المغربية هذه علاقة رابح رابح لي مهمة دون أن ننسى مبادرة صندوق محمد السلس الإستثمار مؤخرا فيما يخص دعم المقاولات المغربية على مستوى القروض المالية ودخوله مع الأبناك يعني مجموعة البنكية داخل المملكة المغربية فهذا ربما يحفز من أجل العمل مع هذه المؤسسات والشركات الدولية فقط إشارة تخيل معي في عز الأزمة الكل يتذكر 2008 بعد ذلك كانت ارتدادات لهذا الزلزال على مستوى الإسباني البرتغالي اليوناني قل ما تشاء في إسبانيا في عز الأزمة الشركات الإسبانية نالت طلبات عروض على مستوى الاستثمار في البنى التحتية خارج إسبانيا بـ 74 مليار دولار هذا يؤكد القيمة التي تحملها الشركات الإسبانية فيما يخص الإنشاءات والبنى التحتية اليوم مدى الاستفادة على مستوى المملكة المغربية لن نقول بأننا سنكون مثل قطر ونستثمر ما يقارب 120 مليار دولار أو أكثر 220 مليار هذه رؤية قطرية كانت خاصة ولكن اليوم المملكة المغربية هي الأخرى لديها غلاف مالي للاستثمار يعني بأكثر من 50 مليار دولار ومتذكر الخطاب الملك الذي أعلن عن ذلك لخلق 500 ألف فرصة عمل قلنا أن التشفي مثلا سرعه كمشروع التنظيم المونديال ولكنه سيسرع أيضا مشاريع أخرى كيف يمكن أن ينعكس ذلك على الاقتصاد الوطني لأن نسب النمو تتحقق بفعل مثل هذه الديناميكية التي يشهدها أي اقتصاد لا بطبيعة الحال نظر بأن كما قلت قبلها هذه التحديات التي نرى فيها لا يمكن إلا قطاعات أخرى أنها تكون قطاعات واعدة مثلا نقوم بأن على قطاع السياحة في دراجة أساسية مثلا السياحة نحن عدنا الهدف 10 مليون من 2026 ولكن عدنا 26 مليون سائع في أفضل 2030 نظر بأن في 2030 ممكن أن نجاوز وقع 26 مليون سائع بإضافة أن إسبانيا هي رائدة في كل ما يتعلقها بالسياحة وممكن أننا نرى مجموعة من الأمور في التجاه هذا كل ما يتعلق لذلك تمال توجه سمحليس جدري للمطارات البوابة الأولى للسائح بالنسبة للمملكة المغربية الاحتكاك الأول يكون مع مطار مراكش يكون مع مطار الدر البيضاء مع مطار طنجا لا يمكنك اليوم أن تجيب واحد سائح وغا تفرض عليه أن ينزرف واحد المطار بيعينيه أو تجيب واحد مكل اليوم واحد سائح يجي إلى طنجا ويجي يمشي تراشدية هذا يقول لي هذا المكسل البورطاني للسياحة هذا واحد اتفاقي مع واحد شركة المخافة التكلفة والذي يغدي طيران محلي على مستوى داخلية هذا هو أمر الذي هو إيجابي يجيب أن هذا سائح فرنسي أو إسباني أو إيطالي أنه يجي المغرب في طنجا أو الريباط ويمشي مثل العيون يمشي للداخل يمشي في واحد ساعة يمكن يمشي في النهار ويرجع في النهار هذا هو أمور ليه ليه غير هو الدول التي تقدمت اقتصاديا وانعكس ذلك على المستوى السياحي تتوفر على على مطارات عالمية ومطارات ضخمة نتحدث عن فرانكفورت نتحدث عن المطار الجديد في تركيا نتحدث عن هكرو في بريطانيا شرط دوغو فرنسا يعني هناك هذه من السمات التي تمنح الدولة بأنها قطب سياحي بأنها قادرة على استقبال العدد أكبر من الطائرات إلى غير ذلك فاليوم التوجه إلى المطارات نقول بأنه نعم يخدم استقبال الملايين حين يحلون ضيوفا على المملكة بمناسبة المونديال ولكن سيخدم السياحة ويخدم بزاة القطاعات طبيعة الحالية السياحة تسايم بقسم 12 مئة من تجد دقيقة وخاصنا نشجعها باش نشجع السياحة خاصنا المطارات باش نجبو طائرات خاصنا المطارات هو بالتالي يمكن أن يجب الملايين من السياح معنى ما يريد أن يجبو السلسلة من أولها إلى آخرها انتلاقا من المطارات من البنية التحتية من الطائرات من الفناندق المطاعيم كذلك كل ما تعلقوا بسياسة ديال النقل هذا كلها أمور مهمة بالإضافة إلى أمور أخرى مخصصة سوادية مهمة جدا هو أن البرتغال وإسبانيا عينوهما على إفراقيا كذلك والمغرب يمكن لعبوا حد دور كبير في أفريقيا على الأقل على الأقل في غرب أفريقيا إذا من نقول في أفريقيا كلها وبالتالي اليوم ما يمكنش لإسبانيا أو برتوغا يكون عندها موطي أقدم يكون عندها واحد إستثمارات مدرة للنفع بالنسبة لها في أفريقيا دون المرور عبر الملكة المغربية اليوم المغرب يوفر البوابة التي فيها مجموعة الأمور لها إيجابية فيها وحد الأمور تعليقها بجانب السياسي واحدة استقرار وحد الأمن وهو مهم فيها قربه من إسبانيا ومن برتوغا هذه أمور لها مهمة كذلك هذا الطريق السريع لغير تزنيج بالداخل وبالتالي يمكن جميل مادريد إلى نواكشوت يعني مناء الداخل الأطلسية في الجهة الأخرى هذا البوب الغاز الذي يأتي من نيجيريا إلى أوروبا هذا كلها عوامل تجعل أن المغرب يكون واحد لهب من نية 2030 ويجعلوا مجموعة من الشركاء أنهم إذا أرادوا الاستقرار في إفريقيا يجب عليهم المرور وجوبا عن طريق المملكة المغربية جميل وكنت تحدث عن وسائل النقل والقطار فائق السرعة والمطارات رئيس لأحد الأندية رئيس فلامينغو جاء للمملكة زار خمس مدن مغربية صحيح المباراة ربما لعبت في طنجة ولكنه في غضون أيام معدودة تمكن من زيارة خمس مدن مغربية وربما هذا أفوانطاج الذي لا يتح لبلدان كثيرة الموقع الجغرافي لإسبانيا والبرتغال وانت تعلم بأن هناك بعض المواد الأولية التي يتم استيرادها في المملكة المغربية في قطاع البناء والإنشاءات وقل ما تشاء اليوم حتى الموقع يلعب دور تكلفة هذه الاستثمارات منخفضة فيما يخف مساء الاستيراد هذه المواد الأولية ولكن في ذات الإطار كيف يمكن للشركات الوطنية أن تستفيد من هذه الكعكة كعكة المونديال هذا تعبير ليس سلبي ولكن بالفعل هي كعكة تسيل لعاب كثر كيف يمكن أن تستفيد وكيف يمكن أن يكون مثل الملتقى المنتظر في ماي فرصة للاحتكاك مع رجال الأعمال مع المقاولات الإسبانية مع الخبراء في الاقتصاد لبناء تصور لأن المونديال ليس غدا المونديال تنتظرنا ست سنوات تقريبا العمل بدأ نعم ولكن بإمكان الشركات والمقاولات المغربية أن تبني تصور ما وأن تدخلها عبر تكتلات عبر تحذفات فيما بينها لنيل الصفقة وليس فقط تنفيذ المشاريع والأوراش هنا ولكن الانتقال إلى الجارة إسبانيا وإلى الجارة البرتغال أيضا لنظن بأن واحد المقاولة إسبانية ستأخذ واحد المارشي في الملك المغربية ستجلب العمل من إسبانيا أبدا وبالتالي اليوم ضروري أن هذه المقاولة الإسبانية والبرتغالية أن تمر عن طريق نظام المناولة عن طريق النظام التكتوات مع مقاولات المغربية وبالتالي في نهاية المطاف شباب مغربة ومن يستعملوا ومن يستفيدوا بأكثر من ذلك اليوم نحن نريد أن نرى في قطاعات التي لا يوجد فيها القيمة المضافة مثلا نتكلم اليوم مثلا على سبيل المتال نحن نحن نحط تحية مئة بحر التي نريد أن نرى فيها خلال السنوات المقبلة تجربة وصف وقفية ما لدينا اليوم سأجلبهم عن curedسفانيا مثلا على سبيل في الدربيضة وكي غدى وبعد غدى مقاولات مغربية يمكنوا أن تشاء محطات أخرى مثلا اليوم كانت تلمتعد عن ترجن الأخضار مثلا أو مثلا تقشل بقاوة برهية نفس الأمر نجلب مثلا عن مرتغال ومتلا ومتلا هذه كلها أمور تعود بالنفع لأن هذه الشبابات برتغالية وإسبانية يعني الرأسم أربح سوف تعود إسبانيا مرتفعة وبغينا هذا المنظر هذا أن يكون واحد رافعة لمجموعة المقاولات أكثر من ذلك أن هذا المنطقة هذا اللي ستنظم من بين الشعاعات لرافعة كيفية أن تكون المقاولات الصغيرة جدا رافعة لتحقيق التنمية في البلداء الثلاثة وإذا كنا نتحدث عن هذه الشراكة الثنائية أو اللي نكون بالشكل أوضح الثلاثية برتغال إسبانيا المغرب أيضا لا يمكن أن ننسى بأن إسبانيا والبرتغال تنظوياني تحت لواء اتحاد اسمه الاتحاد الأوروبي لدينا وضعية متقدمة مع الاتحاد الأوروبي ولكن الشراكات التي فيها رؤى استراتيجية ومشاريع استراتيجية من أجل المستقبل قد تعزز موقع المملكة في شراكته مع الاتحاد الأوروبي بطبيعة الحال الأول إشارة لهذا الأمر هذا هو تنظيم المنديل في حديداته لأن مني واحدة من جموعة عامية الدول اللي كانت ترشح مع الملكة المغربية من سمعت بأن الاتحاد الأوروبي سيكون مع الملكة المغربية تراجعت وخذت فقط أخرى بأنها تنظيم المنديل ما بعد المغربية هذه أمر لي مهمة صحيح أن إسبانيا بالأكثر من ذلك إسبانيا دائما تدافع على موقع متقدمة للملكة المغربية لأنك تعرف الدور الكبير الذي يقوم بالمغرب في كل ما يتعلق بالمحاربة للهجرة في كل ما يتعلق بالمخدر وكل ما يتعلق بالأمن والإرهاب وبالتالي إسبانيا كانت دائما تتكلموا بلساني المغربي في البرلمان الأوروبي كانتظر بأن هذه أمر مهمة وغدة وبعد غدة ممكن لمجموعة من مقاولات مغربية أن تلقوا عدل الموطئ قدم يعني في إسبانيا في تحو الأوروبي بدلاجة أساسية خوصة أن المغرب اليوم هنا أصبح ينوع شركاتي وهذه أمور مهمة يمكنها أن تعود بالنفع لمجموعة من المقاولات المغربية لبغا توجه ليس فقط نحو السوق المحلية وكي يغدى وغدة تتواجه نحو السوق أجنبية ليس السوق الأوروبي بدلاجة أساسية أشكرك جزيلا شكرا الخبير والمحل الاقتصادي محمد جدري على حضوركم مرحبا شكرا جزيلا لك شكرا موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة وصلنا لاختام عدد اليوم من ضيف التحرير لكم أجمل تحية إنما كنتم إلى اللقاء